أعوذ بالله من الشيطان اللهم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على الشيخ الحبيب وعلى الحضور الكرام هناك كثير سؤالك مهمة ظهرت في هذه الأيام السؤال الأول وهو ظهرت في هذه الأيام حراك سياسي يدعى بحراك الدولة الأمنية هو قائمة كتلة الأمنية الذي يحمل مشروع مشروعكم أنتم حول قيام الدولة الأمنية هل هذا الحراك السياسي للذهاب يتبع إلى هيئة خدام المهدي أم لا وإذا كان لك يتبع إلى هيئة خدام المهدي نطلب منكم كلمة بشأن هذا الحراك السياسي يستابعا للهيئة إداريا لأننا قلنا سابقا أننا نحرج على كل من ينتمي إلى هيئة خدام المهدي عليه السلام بفروعها ومؤسساتها أن يتعاطى العمل السياسي لا أن يتعاطى السياسة بمعنى أن تكون له مواقف سياسية تدعم الصواب مما يطرح في الساحة السياسية وتحارب الخطأ مما يطرح في الساحة السياسية يعني أنا أيضا أتكلم أحيانا في السياسة أليس كذلك؟ يعني أقول مثلا هذا الموقف الذي مثلا صدر من الحكومة العراقية هذا غلط نطالب بكذا مثلا ننكر عليهم الفساد ننكر عليهم السرقات ندعو الشعب مثلا إلى تصحيح الوجهة السياسية وأن يتحركوا ضمن هذا الأفق أو ضمن هذه النظرية النظرية هذه مواقف سياسية أما عمل سياسي مباشر مثل أننا ننزل انتخابات مثلا نقول للناس تعالوا صوتوا لنا مثلا هذا ممنوع ولا واحد ينتمي لهيئة خدام المهدي عليه السلام مسموح له أن يتعاطى العمل السياسي يباشر العمل السياسي نكتفي نحن بدورنا في الدعم في الإرشاد في التنبيه والمراقبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التزكية إذا ما ظهرت كوكبة من المؤمنين تحمل الرؤية التي نحن نقولها فهي تباشر فعليها تحمل التبعات نحن لا نتحمل نحن يمكن لنا أن ندعم إذا وثقنا يمكن لنا أن نوجه يمكن لنا أن نزكي فنقول للناس انتخبوا هؤلاء ادعموا هؤلاء وهذا هو الحاصل الأخبار اللي يعني بلغتني من السيدة أحمد أنه هناك مجموعة من داخل العراق وفيهم شخصيات مرموقة بحمد الله تعالى من الأمنيين خاصة يعني من المشتغلين في السلك العسكري والسلك الأمني آمنوا بهذه النظرية وهي نظرية قيام الدولة الأمنية في العراق على نحو عاجل وطارئ عبر استفتاء شعبي عام يغير التركيب السياسي والنظام السياسي في البلد الذي أثبت فشله تحت إشراف الأمم المتحدة يعني الاستفتاء يصير تحت إشراف الأمم المتحدة فإذا اختار أكثرية الشعب الموافقة على قيام نظام الدولة الأمنية لمدة عشر سنوات فبها الظاهر أن الفكرة بدأت تلاقي رواجا ويعني قبولا بعدما سئم الشعب من الأحزاب الموجودة وطلعت ريحتهم يعني مثل ما نقول وطلع فسادهم وإلى آخره فالناس ملت ملت يعني ولأنه النظرية كما شرحناها في جوابنا على الرسالة التي وجهت إلينا من الأخوة في المؤتمر أنه الدولة الأمنية تهتم ببعدين رئيسيين البعد الأول هو بعد مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في عقر داره يعني من جذور الروح نستأصل جذوره يعني نحن مع تخطي الحدود كما قلنا نحن مع تخطي الحدود يتخطى الجيش العراقي والحشد الشعبي بعدما يعاد هيكلته بحيث يصير عندنا جيش واحد يعني يعاد تنظيم القوات الأمنية كلها الفاعلة على الأرض الآن تجتمع وتوحد في جيش واحد عراقي جيش موحد عراقي خلص قوي يرجع ترجع أمجاد الجيش العراقي القديم فهذا الجيش عليه أن يتخطى الحدود مثل ما الجيش التركي يتخطى الحدود يروح يقول أنا الإرهاب عندي إرهاب في سوريا في العراق أتخطى الحدود أروح هنا إحنا لازم يكون عندنا جرأة نروح نتعقب الإرهابين إن شاء الله أن نوصل لهم وين تورابورا وين هاي تورابورا في أفغانستان قندهار إيه هناك حيث طالبان وكذا نقضي عليهم إحنا لها فرسان الشيعة أبناء علي أبناء حيدر الكرار صلوات الله عليه هم الذين لهم أن يهزموا الإرهاب غيرهم ما يقدر تغيزم غيرهم ممكن بس مناكفات يوصلهم أشكل يضيق عليهم مكان بعدين مرة أخرى ينتشرون لأنه كم مرة هاي صايرة؟ يحاربون 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 يصلون إلى مكان معين وبعدين شنو؟ مرة أخرى هم ينتشرون ما يقضى عليهم نهائيا لا إحنا يقضى عليهم بالرافضة لأن الرافضة عملية تطهير تطهير كامل لأنه سلاحهم عقيدة مو فقط دي قاتل من أجل أرض وما أدري يرفع علم كذا لا الرافض يقاتل لإعلاء لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض لإعلاء كلمة أهل البيت الطائرين عليهم السلام ومحق عليكم السلام ورحمة الله ومحق كلمة أبي بكر وعمر إلى الأبد فيقاتل بحماس عقائدي تريد تواجه خصم عقائدي وعدو عقائدي لازم تواجهه بالعقيدة أيضا وهذه الميزة غير متوفرة إلا في شباب الشيعة الرافضة فنحن ندعو إلى ذلك فأبلغت أنه الحمد لله هناك يعني مجموعة من المؤمنين في داخل العراق شخصيات تبنت هذه الرؤية وتعمل الآن على على تنفيذها لتكون واقعاً نحن نراقل في هذه المرحلة نراقل ونترك الأمر يعني أننا نزكيهم أو لا نزكيهم نتركه إلى مرحلة اللاحقة بعدما تتضح يعني تتضح الصورة أكثر نشوف أنه من هم هؤلاء بالضبط وشلون يعني ما هي رؤيتهم ومدى جديتهم وتحملهم لأنه هذا المشروع مو أي واحد يقدر يحمل ترى هذا مشروع يحتاج إلى أناس أكفاء على مستوى عالي من الصرامة والقوة والشجاعة والإخلاص أحسنتم والاقتدار في مواجهة الخطوب هذا مشروع إنقاذ للعراق وستحاربه كل تيارات الفساد والدمار في العراق لأنه هذا يهدد التركيبة اللي هم ماشيين بيها واللي عجبتهم يعني تحويل البلد إلى دولة ميليشيات ودويلات كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب أخذ لنصيب من الثروة نصيب من المناصب وكلهم يبوقون وكلهم يعني تجارة مو أكثر فهذه طبعا كل الأحزاب الموجودة الآن في العراق ستشعر بأن هذا المشروع يهدد مصالحها فستحاربه لكنها لن تفلح إذا ملتف الشعب العراقي حول هذا المشروع وفهم مقاصده وعلم أنه بالفعل طوق النجاة وطوق إعادة بناء العراق ليصبح قوة إقليمية حضارية هائلة لا أحد يستطيع أن يقف أمامها لسنا نؤمن بالتغيير العنفي التغيير بالقوة نريد التغيير أن يكون بالتوافق عبر صناديق الاستفتاء استفتاء تعالي يا الشعب العراقي أنتو عاجبكم الدستور العراقي الآن؟ النظام السياسي هذا اللي يسمونه نظام المحاصصة عاجبكم؟ من اللي عاجبه؟ من اللي عاجبه؟ خلي واحد يطلع لعراقي يرفع إيده يقول لي أنا هذا النظام عاجبني هذا النظام وهالبرلمان وهالحكومة وبهالطريقة وهالانتخابات هذا النظام عاجبني ولا واحد إلا المنتفعين بس وطبعا منتفعين هذا موضوع ثاني أما عموم هذا الشعب واضح أنه يقول هذا النظام اللي جابه لنا يا الأمريكان نظام شنو؟ ميلائم الوضع العراقي العراق تاريخيا هذا قدر العراق ما تقدر تغيره قدر العراق أنه ما يبسط فيه الأمن ولا يرتاح ولا يتطور إلا بنظام مركزي ذو قبضة حديدية لازم هذا العراق مليء بالتناقضات مليء بالتحديات عبر العصور من دون دولة ذات سطوة قوة أمنية تبسط الأمن وتكون مهابة اسمها يخوف عرفت شلون؟ من دون هكذا دولة ما يمكن للعراق أن يستقر ما هو الشعار هذه الدولة الأمنية؟ احنا قلنا لهم الدولة الأمنية يد تقاتل ويد تبني ما لها علاقة بأي موضوع ثاني بعد؟ ما لها علاقة؟ شعب الآن شنو ما أدري تطبيق الشريعة تطبيق الحدود تطبيق هذه الدولة علمانية دولة إسلامية شنو نظامة جمهورية ملكية ما لها شغلة هذه خليهم يأخذون مؤتمرات ندوات خلي سبون الدولة خلي ماك واحد راح يعتقل ما دام كلام بكلام منهجنا شنو؟ أمير المؤمنين عليه السلام إن شنو قال؟ إن سكتوا تركناهم إن تكلموا حججناهم بالحجة نتكلم نرد عليهم بالكلام بالحجة وإن خرجوا علينا قاتلناهم ترتكب جريمة تعاقب ما عدا هذا افعل ما بدالك إحنا سياسة النبي الأعظم وسياسة أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما لكن شيئين ما راح نتساهل بهما أبدا الأمن والبنية التحتية أمن لابد الإنسان يمشي بالعراق كله العراق كله يتنظف من الإرهاب وحواضن الإرهاب وما وراء الإرهاب وحتى يصير جمع أسلحة على المدى ولو إن شاء الله الطويل ليش قلنا عشر سنوات؟ لازم ننظف ما يصير هاي فوضى السلاح في البلد واحد يقوم يتعارك لما واحد فورا يروح يطلع على مزادة يقتله شنو هذا؟ على أقل حجاية على أقل شغلة مدري شنو كذا شنو هاي؟ دم هذا ليش؟ لأنه السلاح متوفر وتعال فصل عشائري ومدري شنو كذا إلى متى هالفوضى هاي اللي موجودة؟ لازم دولة خلاص يحكمها القانون تهبت إلى متى؟ كم سنة بعد؟ بعد مئة سنة راح نعيش على الوضع هذا؟ إرادلنا عشر سنوات ننظف البلد نبسط بالأمن هذا ما بيتساهل أبدا أي تحرك ممكن يخلب الأمن الدولة ستكون صارمة معه ولذلك أوصينا بأن تكون الدولة أمنية يغلب عليها الطابع الأمني العسكري وزراء عسكريين حتى وزير الصحة حتى وزير البلدية أو الأشغالة أو الأي أن كان كلهم عسكريين حتى يكون هناك صرامة نريد صرامة نريد إنجاز نريد قرار العسكرية بطبيعتها تنجز عرفتوا شلون؟ بطبيعتها هكذا هذا المحور الأول اللي ما تتهاون به الدولة المحور الثاني البنية التحتية نفسهم العسكريين القواعد العسكرية نفسها الآن مو على الجبهة مدد قاتل ما يقعدون هكذا راحة يقومون يبنون يشتغلون يبنون البلد يمدون الشوارع يمدون مجاري يمدون كهرباء يصير بنية تحتية وبشكل سريع وعاجل وترى كلها هم الرؤى موجودة عندنا هو لو أكو ناس عندهم ضمير ترى هاي مشكلة الكهرباء في العراق تنحل بسنة واحدة ست شهر أكو ضمير هذول القائمين الآن على الحكم عندهم ضمير ما عندهم ضمير ما عندهم ذمة منتفعون لذلك اتلاقيهم هاي المسألة تتسوف تتسوف لأن كل بوق كلها عقود وصفقات وكذا وذولا أهل المولدات وكذا أكو حالة معقدة موجودة في البلد اللي كل واحد ما يريد يفقد اللي اللي محصل عليه عنده أنه إذا هذا صار فأنا رح أفقد هذه الامتيازات أفقد هذه الأموال فيظل الاستنزاف للناس يظل الاستنزاف للشعب وبعدين أم لا تنسوا لازم نغير ثقافة الشعب نفسه الشعب نفسه لازم تتغير ثقافة أنه إلى متى هذا اللعب في الخطوط الكهرباء والأسلاك وال يعني هذا اللي يحسب العداد الميزانية وهالأشياء وكذا لا لازم هو طبعا من أمن العقوبة سهل أدب صحيح هو ما تقدر أنت إذا تريد الشعب تعيد تربيته وتشكيل ثقافته بحيث يبتعد عن الرشوة ويبتعد عن الحرام ويبتعد عن التلاعب ويقدر أنه هاي ثروة الشعب لازم إحنا كلنا نتكاتف حتى ما نفرط بهذه الثروة وما نستأثر وما نكون أنانيين كل واحد يريد بس لنفسه هذا يحتاج مؤدب المؤدب إذا ما يكون ذو يد باسطة أو مبسوطة ما رح يصير ما رح يصير زين هذه اليد الباسطة شون ممكن تكون من دون دولة أمنية مستحيل دولة لازم تكون لها طابع أمني مهيب ولما تكون عندنا دولة أمنية ذات طابع مهيب في العراق الدول الأخرى المجاورة بعد ما تتجر أنه تدخل بالعراق أحد كان يقدر يدخل أيام صدام على كل تعاستة وعلى كل ظلمة وطغيانة منه كان يقدر يعني يعني مثلا الآن الكويت مثلا حكومة الكويت كانت تتجرأ بالله عليك تسوي هذا ميناء مبارك بهذا الشكل اللي يضيق على العراق والممر المائي الوحيد إلى الخليج بهذه الطريقة ويقطعون على الناس أرزاقهم هي أجت بس على المساكين يعني اللي يصيدون وكذا بهذه المنطقة كانت تقدر تتجرأ تسوي هذا الشكل مشروع بأيام حكومة صدام ما كانت تقدر يعني هذا اللي يسمونه خور عبد الله ترى بالمناسبة هذا من أصل عراقي ترى يعني للأنصاف أنا كويتي بس أقول الحق هذا من أصل معروف يعني هناك الدوريات العراقية دائما هي اللي تمشط يعني حتى الصيادين الكويتين اللي يروحون أو كذا يعني هذا الخور معروف ما العراق طيب أنت عندك ساحل كبير يعني ساحل كبير خليج كله عندك يعني أنت مكتفي هناك موانئ سوي خير من الله وعندك موانئ أصلا ما تشتهب يعني أكو موانئ بالكويت يعني لأنه طاقتها عليكم السلام ورحمة الله طاقتها الاستيعابية يعني ماكو هناك صادر وارد كثير فماكو ماكو تفسير للإصرار والعناد على أنه إحنا لازم نسوي هذا الميناء في هذه المنطقة الحريجة ماكو يعني تفسير آخر غير أنه تريد أنت تخنق العراق ماكو تفسير آخر ليش النذالة هذه لأنه العراق صارت حكومتة ضعيفة ماكو الآن نفس النظام الحديدي اللي كان أيام صدام فالآن براحتكم تلعبون وكذا أكو مثل يقولك شنو إذا غاب القط إلعب يا فار وطبعا أكو هم نذالة أخرى يعني هم صراحة مو صوج هم حكومة الكويت بالدرجة الأولى صوج ذول الخونة السفلة المرتشين اللي لما راحوا للكويت اشتروهم اشتروهم وخلوهم يوقعون على الموافقة على هذه المخططات وعلى هذا المشروع هذا مشروع خيانة هذا أنا أتألم أكثر ما أتألم تدرون يعني فيها أتألم للبسطاء للمساكين من الناس ناس قاموا في هاي الزبير أو يعني صفوان وها المناطق الحدودية نايمين بالليل قايمين الصبح شايفين الحدود الكويتية متقدمة ماكلى أراضيهم هاي شلون صارت هذول الصيادين المساكين اللي يروحون بالخور وما أدري كذا ويصيدون تيجي عليهم هذول ينقطع رزقهم ليش نزين هذول السياسيين الكبار هذول أكلوها أخذوا جنطهم وفلوسهم وكلهم عندهم هنا عقارات بلندن مليارديرية صارين على حساب هذا الشعب لا هذه الفوضى لازم نقضي عليها كافي بعد عليكم السلام ورحمة الله ولا يمكن القضاء عليها إلا بقيام الدولة الأمنية المهيبة اللي تخلي الدول الأخرى تقول هذا عنده نظام قوي أنا وين أقدر أتحارش بهم أو يعني أأذيهم وأنت شنو مشكلتك أنه من بعد مثل ما قلنا سابقا الأمريكان شنو سووا إجوا للعراق ما سقطوا نظام سقطوا دولة دولة سقطوا مو نظام يعني إجوا سقطوا مؤسسات الدولة الجيش العراقي حلوه مثلا ليش ينحل الجيش العراقي شنو علاقة أنت سقط نظام مو مشكلة بس الدولة لازم تبقى لأنه لما تسقط الدولة بمؤسساتها الأمنية الخدمية الاقتصادية الدولة تصير مستباحة ماكو حدود ماكو كل من إجه شكوز باله بالعالم إرهابيين إجوا للعراق صحيح وهاي إلى الآن نحن دعنا ندفع الثمن إلى يومنا هذا هنا بدأت المشكلة أو بدأت المؤامرة في الواقع أنه هذا الثقل الإقليمي الرهيب اللي صحيح كان عليه نظام ديكتاتوري طاغي جاثم على صدره لكنه في واقعه ثقل شيعي رهيب في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط يعني نحن عندنا ثقلين ثقلين رئيسيين في هذه المنطقة إيران والعراق كشيعة يعني عندنا طبعا أثقال أخرى بس مو في هذه المنطقة عندنا أذربيجان أذربيجان كلهم شيعة كثريتهم الساحقة شيعة مثلا لكن بعيدين عن هذا المحور أنت عندك هذان الثقلان فالمفروض نستفيد من هذين الثقلين المفروض حتى مثلا نقول شيعة الخليج يحسون أن وراهم ظهر منه العراق هو العراق ظهرهم حكومة العراق هي اللي دافع عنهم مثل ما الآن تركيا دافع عن ما أدري على أساس بعض الأقليات البكرية وكذا في سوريا وما أدري وين بعض المناطق يقولون إحنا ندافع عنهم أو التركمان مثلا يقولون إحنا اللي ندافع عنهم يعني تاريخيا هذول ينتسبون هذول ينتسبون إلنا هم مواطنين عراقيين موالشكل مثلا شوف الصين ليه وين أقلية تركيا تقول هذول ينتمون إلنا حتى في أوروبا يعني في ألمانيا عندهم جالية ويقولون نحن جالية كبيرة فوق مليون تقريبا أو أكثر أربع ملايين أتراك مثلا دافعون يعني هذا أردوغان انتشلها من دولة تالفة صارت دولة مافيات ودولة يعني فساد مالي وإداري ودولة فاشلة وكل انقلابات عسكرية انتشلها هو خبيث ماكر انتشلها إلى دولة ناجحة دولة ذات اقتصاد مزدهر دولة ذات جيش قوي حتى الانقلابات قضى عليها يصفي يطهر دولة يعني مرهوبة الجانب اللي مرهوبة اللي قطر صارت عندها مشكلة معها لسعود احتمت بتركيا يا ابا امريكا ما تحميني انا احتمي بتركيا تعال جيب قوات عسكرية تركية وعندي قاعدة اخرى ايه فاحنا يفترض العراق يحصل على مثل هذا الموقع مو بس الشيعي في الخليج يحس انه العراق هو ظهرة والحكومات الخليجية ترتدع من ان توقع اي ظلم على شيعة الخليج بسبب قوة وهيبة الدولة العراقية الحامية التاريخية للشيعة في العالم بل حتى المتشيعون يعني انسان مغربي يتشيع انسان مصري يتشيع يحس انه من اللي يحميه دولة العراقية ان شاء الله يروح هناك يقدم لجوء سياسي ننطيل لجوء سياسي تعال اهلا وسهلا على العين والرأس تفضل هذا البلد بلد لانه بلد الامة الاطهار عليهم السلام وذولة الشيعة الامة عليهم السلام فلهم حقهم ما نقدر نمنع احد من ان يأتي يريد ان يجاور الامة الاطهار عليهم السلام يكون مخلص للبلد يصير مواطن يتجنس حال حال الاخرين اهلا وسهلا بيه خاصة اذا كانوا من الكفاءات ومن المؤمنين الصالحين والاقليات الاخرى كالبكريين كيعني اشوريين اصاب ايا كان ذولة ما عندنا مشكلة ويأخذون حقوقهم في المواطنة مثل دولة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله دولة النبي الاعظم المواطن المسلم حالة من حال المواطن اليهودي كان قبل ان يغدر اليهود وتصير حروب اكو وثيقة نبوية معروفة في كتب السير والتاريخ انه النبي صلى الله عليه وآله يقول الكل سواسي يعني المسلمين اليهود في الحقوق والواجبات هذا مضمونة مواطنين مواطنة والمنافق ايضا المنافق اشقد كانوا على الاقل في ذات تلك المرحلة حسب بعض حسابات اهل الخلاف انفسهم ثلث المسلمين يقولون لما النبي صلى الله عليه وآله ذهب الى احد ففي الطريق عبد الله بن ابي رجع بالثلث المسلمين ثلث الجيش كلهم كانوا منافقين رجعوا مع عبد الله بن ابي بن سلول يعني ثلث على الاقل منافقين كانوا زين ذول المنافقين كانوا محصين على كل حقوقهم المدنية حقوق المواطنة في دولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ام لا كانوا محصين حاله من حال مسلمين الصادق يعني حالهم من حال سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر ذول الصلحة ما كفر النبي كما يعطي هؤلاء يعطي هؤلاء تماما يحكم لهؤلاء ويحكم لهؤلاء إذا واحد اعتدى عليهم أو كذا ما يسمح نحن هالشكل هذه مبادئنا نحن نريد دولة ناجحة دولة قوية مرهوبة الجانب والعسكر أنفسهم يبنون الدولة قرار خلص فوج عسكر يطلع روح تعال مد لي شارع مد لي مجاري ماكو بعد مناقصات ما مناقصات كتابنا وكتابكم ما أدري الأشياء وتعالوا ما أدري شركات وبعدين الفاتورة يكتبوها بغير سعر والتنفيذ يكون أقل في القيمة حتى يلهفون من وراها الشغلة والطول وما أدري شنو وكذا ويظل الوضع على ما هو عليه لا خلص مد لي أنت كهرباء وكل عدنا والله كفاءات وعدنا ناس مخلصين وعدهم رؤى وعدهم يعني مخططات وآفاق يعني كبرى ومشاريع بس ما ينطوهم الفرصة يعني المشكلة هي هذه أنه الكفاءات يعطوهم الفرصة بالعراق لا إلا إذا كانت متوافقة معهم سياسيا حتى يستمر التنفيع والنهب والبوق هذا هو المهم لذلك هذه إجمالا رؤية الدولة طبعا فيها تفاصيل كثيرة إحنا ننتظر أنه المؤمنين في داخل العراق أنهم بالفعل يسعون لتشكيل هذه الجبهة أو هذا الاتحاد أو أي أن كان اسمه وتتشكل هذه التركيبة للدولة الأمنية اللي المفروض المرحلة الأولى تخوض انتخابات حتى فقط يكون لها أكثرية في البرلمان حتى تستطيع تعرض مشروعها في إجراء الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في العراق لقيام النظام الأمني لأنه ماكو سبيل آخر يعني الآن في يعني الزام الأجهزة الرسمية والحصول على الشرعية العالمية لقيام النظام الأمني في العراق إلا بهذا السلوء فإنتوا عليكم أن تدعموا هؤلاء وأن تسعوا معهم وإحنا نراقب وننتظر لحد ما تتضح الصورة إن شاء الله وحينئذن نقولك كلمتنا في أن هؤلاء يعني تنتخبونهم أم لا أما أنهم ينتمون إداريا إلى هيئة خدام المادية عليه السلام فلا حتى إذا افترضنا هناك أناس من داخل الهيئة يريدون الاشتراك في هذه القائمة أو في هذا الجهد السياسي فلا مانع شريطة يقدموا استقالاتهم أولا ترجمة نانسي قنقر